السلام عليكم حادثة سير خطيرة بين سيارتين تخلف قتيلين وإصابة متفاوسة الخطورة بالدروة جهدت مدينة الدروة قبل الإفطار يوم السبت فاتح أبريل 2023 حادثة سير وصفت بالخطيرة حسب مصادر جريدة صوت العدالة وقد خلفت قتيلين وإصابة طفليهما بكثور خطيرة الأب والأم توفي على الفور إترى استضامة سيارتين وفور علماء بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان وقد استدعى الحادث نقل جميع المصابين إلى المستشفى الإقليمي لبرشيد لتلقي العلاجات الضرورية بواسطة سيارة الإثعاف وقد تم بعد ذلك توجيه الطفلين الشقيقين نحو المركز لسشفاء الجامعي ابن رشد إترى تعرضهم لكثور بليغة فيما تم نقل جوتتين إلى مستودع الأموات بمكتب حفظ الصحة ببرشيد وقد باشرت عناصر الدرك بالدروة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة